السلام عليكم. اي طالب في الدنيا بيذاكر انجليش اول خطوة قدامه اول خطوة قبل ما تذاكر اي قاعدة. بيبقى قدامك حاجة كده لازم تعيد عليها. اللي انا هعمله ده مالوش علاقة خالص بالملزمها. اللي انا هعمله دوت لي علاقة بالانجليش كله. في حاجه كده اسمها الدينسيز دي اللي هي الازمينة. والازمينة في الانجليش تلات ازمينة. ما عنديش غير الثلات ازمينة بس. عندي تينسيز. عندي عيني زمن اسمه زمنこのプرزنت. ده اول زمن عندي اسمه زمن الприزنت عندي زمن تاني اسمه السمن الباست وعندي زمن تالت اسمه زمن الفيوتشر. يبقى انا عندي في الانجلش تلات انواع من المضارع وزمن الماضي وزمن الا happening اللي هو المستقر. الIP ده متقسم لأربع انواع. يعني هو ليه اربع انواع. واحد فيه اسمه اسمه سيمبل. يعني مضارع بسيط. واحد اسمه كونتينيوس يعني مضارع مستمر وهذه اسمه بريزنت بيرفكت يعني مضارع تام واخر زمن اسمه بريزنت بيرفكت كونتينيوس يعني مضارع تام مستمر معاني كده وانا عندي اربع ازمية بريزنت نفس الكلام يمشي يعني برضو عندي present عندي past بس عندي past simple اللي هو ماضي بسيط وعندي past continuous ماضي مستمر past perfect ماضي تام و past perfect continuous يعني ماضي تام مستمر يعني كده عندي اربعة present واربعة past نفس الكلام يمشي على future برضو future simple مستقبل بسيط future continuous مستقبل مستمر future perfect مستقبل تام future perfect continuous يعني مستقبل تام مستمر انا اللي طلبه بينك بس بس قبل ما تذاكر اي حاجة لان فيه طلبة منكم بتبقى بتقول مثلا ايه انا عارفة قعدة كزا قعدة sense فتقوله طب قعدة sense بيجي معاه يقولك بيه معاه زمن present perfect و past simple هو اصلا مش فاكر ايه present perfect ده وايه past simple ده معنى كده ان الانجليش في 12 tenses يعني عند 12 زمن دول مش اللي في سنوية عامة دول في الانجليش كله هو الانجليش كله ده بس اربع عزمينة present واربع عزمينة past واربع عزمينة future عايزك بس عينك كده عندي هنا تعرف كل واحد شكله ايه يعني مايجيش مدرس اواجه انا في مرة اقول قدام حد ال past simple واصلا مش عارف عنيه past simple عندي present present اسمه present simple مدارع بسيط لو فاكرين ده بيتكون من التصريف الاول بحط الفيرب في التصريف الاول وبزود ام اس ام اس ام اس ام اس امتا بقى لما الجملة تبدأ به او شي او ايت او اي اس مفرد ساعتها زود اس او اس يعني انا اقول اي بلاي لكن اقول هي بلايز ده present simple اللي اسمه مدارع بسيط لو خدت بالك ال present simple تصريف كام اول يبقى ال past simple الماضي البسيط هو التصريف التاني للفيرب يعني بدل ما كنت اقول اي بلاي لانا اخليها اي بلايد الفيوتشر simple المستقبل البسيط بيكون من كلمة will او كلمة shall plus infinitive فانا عندي تلات ازمنة simple present simple مدارع بسيط تصريف اول و past simple ماضي بسيط تصريف تاني و future simple مستقبل بسيط will infinitive تاني زمن اسمه continuous يعني عندي زمن اسمه present continuous ده بيكون من ايه قالك ده بيكون من am او is او are verb plus ing يعني بدل ما كنت بقول i play هقول i am playing ده present continuous يبقى ال past continuous لو عينك جات هنا كده ده بيكون من am او is او are verb plus ing لانه present لو انا خليته past continuous يعني بدل مدارع مستمر بقى ماضي مستمر يبقى تخليها لي بقى was aware verb plus ing ولو خدت بالك اول ما تسمع continuous اعرف ان فيه ing على طول يبقى present continuous am is r ing past continuous was aware ing يبقى future continuous become and will be verb plus ing ده كده present simple وال present continuous ال past simple past continuous انا دلوقت رايح على present perfect اللي اسمه مضارع تام قال present perfect المضارع تام ده بيكون من كلمة have او has plus pb have او has والpb يبقى اكيد ال past perfect ده present perfect مضارع تام have او has bb يبقى ال past perfect الماضي التام بيكون من had والpb ده present ده past دي have لكن دي had ويبقى future perfect بيكون من will have plus bb انا لما بسمع بوداني كلمة continuous مستمر بعرف ان فيه ing ولما بسمع بوداني كلمة perfect تام بعرف ان فيه pp والتصريف التالت للverb اخر زمن اسمه present perfect continuous مضارع تام مستمر و past perfect continuous ماضي تام مستمر و future perfect continuous مستقبل تام مستمر present perfect continuous بيكون من have او has been verb plus ing have been verb plus ing لو خليت دي بدل ما هي مضارع تام have او has been هخليها ماضي تام يبقى بدل have والhas نخليها هايل had been verb plus ing ويبقى future perfect انا سمعك و انت بتقول اكيد هيبقى will have been verb plus ing ايدك ورجلك دي يعني لازم وانت قاعد بتذكر انجلش one two three في الانجلش a b في الانجلش a b في الانجلش انك تبدأ بدي البداية كده ان انت عارف ان فيه twelve tenses فيه اتناشر زمن اربعة present واربعة past واربعة future الاربعة present simple continuous perfect perfect continuous مضارع بسيط تصريف اول يبقى ماضي بسيط تصريف تاني مضارع مستمر am is r ing يبقى ماضي مستمر was where ing present perfect مضارع تام have او has bb يبقى الماضي التام had will bb present perfect continuous have او has been ing يبقى past perfect continuous had been verb plus ing ال future simple will infinitive continuous will be ing perfect will have bb وperfect continuous will have been verb plus ing كده احنا حطينا اساس لحصتنا مضارع تلمي اشتركوا في القناة